مرحبا يسعد اوقاتكم يا اغلى متابعين اليوم هنتعلم مع بعض كيف نعمل بوت الاطفال اللي احنا شايفينه لمقاس بناسب عمر سنتين سنتين ونص تقريبا الادوات اللي هحتاجها رح احتاج صوف اللون الكحلي صوف اللون الباج مع صنارة مقاس اتنين ونص ملي والمقاس ماركر والابرة حضروا ادواتكم وخلينا نبلش سوا هلأ اول ما هبلش رح ابلش بسلسلة اخضط البداية واشد الخيط عليها كويس هلأ رح ارتفع سلاسل عددها 18 سلسلة نشوف مع بعض واحد اتنين تلاتة اربعة وحكمل لحد ما احصل على 18 سلسلة وصلت ل 18 سلسلة بمسك السلسلة زي هيك بهذه الطريقة وحتفع اتنين سلسلة فقط هي فقط ارتفاع مش بحسبها غرز بعد ان حرف الخطعة السنارة بالغرزة اللي انا مسكيها الافيرة من 18 يعني رقم ثلاثة من بعد السنارة بفوت بعمل فيها اربع اعمدة واحد خلينا نعلم العمود الاول لأ وبعد ما خلصت العمود الاول نلاحظ ان انا بشتغل على الخات وفتلتان بعد الطريقة عشان يعطيني السمك المناسب لبوت الاطفال بنفس المكان راح ارجع اشتغل ثلاثة اعمدة بهذا الشكل هاي الفراغ موجود عندي هاي العمود رقم اتنين بعدين بنفس الفراغ العمود رقم ثلاثة وبنفس المكان العمود رقم اربع هلا احنا مشي بعدها فوق كل سلسلة قبلني واعمل عمود هسيب اللي اشتغلته بهذا المكان واجعل السلسلة اللي عليها الدور افوت اسحب الخات واعمل عمود بعدين السلسلة المجاورة الها افوت اسحب الخات واعمل عمود وحكمل بنفس الطريقة لحد ما احصل على 16 عمود هلا بعد ما اشتغلت 16 عمود وصلت للغرزة الاخيرة عندي راح اشتغل فيها في نفس الغرزة في نفس المكان 8 عمدة خلانا نشوف مع بعض بفوت بسحب الخات وبعمل اول عمود واحد اتنين وبكمل لحد ما احصل على 8 هلا وهيك حصلت على تمام اعمدة في الغرزة الاخيرة هلا راح ارجع برجوع فوق كل عمود اشتغلته من 16 عمود اعمل فوق عمود هلف الخط على السلسلة اروح اخدو الخط هدا ما يعبش شغل اضمو بهذا الشكل بعدين حجل العمود الاول ننتبه العمود الاول بيكون زائق شوي على الاعمدة انتبه اعمله واحد هكمل فوق كل عمود موجود عندي اتمنى الشغل يكون واضح العمود الثاني العمود الثالث وهكمل لحد ما احصل على 16 عمود هلا اشتغلت 16 عمود وصلت لاول وغرزة اشتغلت فيها الاربع عمدة هلا بنفس المكان راح ارجع افوت واكمل على الاربع عمدة هده لو اعمل تمام اربع عمدة علشان يصيره تمانية نفس العدد من الجهة المقابلة هلف الخط على السنارة وبفراغ الاربع غرز هادي بفوت باسحب الخط وبعمل اربع ورز واحد اتنين تلاتة والعمود رقم اربعة وبنهي السطر بمنزلقة في العلامة تبعتي هشيل الماركر ومكانها هفوت اسحب الخط واعمل منزلقة اذا هيك بكون خلصت السطر الاول خلانا اشوف مع بعض كيف هنبلش السطر التالي وهلأ بعد ما خلصنا السطر الاول بالغرز تبعتي هادي وان هنا بمنزلقة رح ندفع سلسلة واحدة فقط ارتفاع غرز الحشو ورح اشتغل الاربع اعمدة من الجهة هادي جميع هتزايد كيف نعمله ونشوف مع بعض رح افوت على الغرزة واسحبها واعمل غرزة حشو رقم واحد وحط فيها العلامة هلا ابرجي على نفس المكان عشان اعمل فيه كمان غرزة حشو هيك بكون اعمل التزايد في الغرزة الاولى هلا الغرزة المجاورة بفوت باعمل غرزة حشو وكمان غرزة حشو في نفس المكان تزايد الثاني هلا التزايد�� التالت بفوت الغرز عندي واضحة بعمل غرزة حشو وفي نفس المكان بعمل كمان غرزة حشو هيك تزايد التالت وهلا تزايد الرابع بحقفوط اسحب الخيط اعمل غرزة حشو وفي نفس المكان حقفوط اعمل كمان غرزة حشو هيك بكون صالت على ثمن غرز خلق رح نكمل بشكل عادي من غير تزايد وحشغل تسعة غرز حشو جانب بعض نشوف كيف مع بعض واحد اتنين تلاتة اتمنى الغرز تكون واضحة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية والغرزة رقم تسعة هلا رح ننتقل من غرز الحشو لغرز نصف العمود الف الخطع الصنارة وحاشتغل اربع غرز نصف عمود متجابرة على الاربع غرز هادي من غير تزايد هفوت بالغرزة اللي عليها الدور اسحب الخات واطلع من الثلاث لفات مرة واحدة هيك بكون شكلت اول غرزة نصف عمود برجع بالف الخات بفوت بالغرزة اللي عليها الدور وبطلع من الثلاث لفات مرة واحدة هي اتنين ثلاثة والغرزة رقم اربع هيك بكون شكلت اربع غرز نصف عمود هلا رح الف الخطع الصنارة ورح ااخد تلاث غرز اعمدة هفوت اشحب الخط اطلع من لفتين بعدا اطلع من تاني لفتين واحد اتنين والغرزة رقم ثلاثة هلأ وصلت للثمن اعمدة اللي اشتغلتها بالمنطقة هادي الثلاثة اعمدة هادي رح اشتغل عليها الثمن تزايدات يعني كل عمود هيقابلني رح اطف فوقه واشتغل اتنين عمود ننتبه اتنين عمود واحد اتنين في نفس المكان في النهاية هحصل على 16 عمود بهذه المنطقة هاي عمود وبنفس المكان رح اشتغل كمان عمود رح اكمل بنفس الشكل لحد ما احصل على 16 عمود بهذه المنطقة ووصل للأعمدة اللي حنفتفع عليها في المنطقة هادي هلأ وهيك خلصت اشتغلت الثمن تزايدات لحد ما حصلت على 16 عمود بهذه المنطقة هلأ عندي الأعمدة اللي اشتغلتها 16 عمود بهذا المكان رح ارجع اشتغل عليهم نفس الشغل من الجهاد برجوع كيف يعني هلأ رح اشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة بعدين هلأ برجع اشتغل 9 غرز متجاورة غرز حشو واحد اتنين وبكمل لحد ما احصل على 9 غرز حشو خلصت 9 غرز حشو وصلت للأربع عمدة اللي اشتغلتم في نهاية السطر ننتبه ما لاحبطوش في آخر غرزة ونحسبها غرزة هي كانت المنزلقة معايا اما هنا معايا أربع عمدة رح اشتغل فوق الأربع عمدة هادي 8 غرز حشو يعني هتزايد فيهم جميعا حفوض اسحب الخات اعمل غرزة حشو في الغرزة اللي عليها الدور وفي نفس المكان هعمل كمان غرزة حشو هادا معايا التزايد الأول واحد تزايد الثاني التزايد الثالث تزايد الرابع والأخير بعدا هاقفل بمنزلقة بأول غرزة اشتغلتها وهيك بكون أنهاد السطر الثاني أعطاني الإنحناء والشكل اللي احنا شايفينها هلأ حنبلش في السطر الثالث وهلأ بعد ما خلصت الثاني رح نبلش السطر الثالث السطر الثالث رح أرتفع اثنين سلسلة ارتفاع غرزة العمود الشغل بالمرحلة هادي رح يكون عبارة عن الثمن غرز اللي كنت متزادة فيهم سابقا بهذا المكان رح أشتغلهم غرزة بعدين تزاد غرزة بعدين تزاد لحد ما الثمن غرز هادي أحصل منها على 12 غرزة خلينا نشوف كيف مع بعض ونتبع خطوة بخطوة عشان شغلنا يطلع مزبوط حلف الخات على الصنارة وبنفس المكان اللي ارتفعت منه نحفو تعمل أول عمود حبت العلمة إذن اشتغلت في الغرزة الأولى عمود رح أشتغل في الغرزة التانية تزايد ونعد الغرز مع بعض اشتغلنا واحد هاي اتنين نتبع نعد الغرز مع بعض هاي الغرزة واقم واحد الغرزة الجنبها اتنين تلاتة في نفس المكان بعدين أربعة لحالها وخمسة وستة في نفس المكان اي خمسة والغرزة الجنبها رقم ستة بعدين الغرزة السابعة لحالها وتمانية وتسعة في نفس المكان بعدين الغرزة العيشرة لحالها واحداش واثناش في نفس المكان وهيك بكون حصلت على 12 عمود من 8 أعمدة هلأ رح اكمل شغلي بأعمدة بشكل عادي فوق كل غرزة قبلني هشتغل عمود لحد ما احصل على 16 عمود نبدأ واحد اتنين اتنين وهكمل فوق كل غرزة قبلني عمل عمود لحد ما احصل على 16 عمود خلصت 16 عمود وصلت للأعمود الموجودة عندي بهذا المكان كانت 16 عمود بعد التزايد هلأ هشتغلهم كلهم بنفس الطريقة رح اشتغل أبلش عمود عادي بعدين اتزايد شوف كيف مع بعض هاي واحد والعمود اللي جنبه اتزايد فيه واعد وانا بتزايد اتنين تلاتة في نفس المكان عشان ما لا اخبطش بعدين عمود واحد رقم اربعة بعدين خمسة وستة في نفس المكان خمسة ستة بعدين العمود السابع لحاله بعدين تمانية تسعة في نفس المكان بعدين العمود العاشر لحاله واحداش واثناش في نفس المكان بعدين تلاتةاش لحاله بعدين اربعة وخمسة في نفس المكان بعدين عمود ستة لحاله بعدين سبعتاش وثمانتاش في نفس المكان بعدين العمود التسعة عشر لحاله بعدين العشرين والواحد وعشرين في نفس المكان بعدين الاثنين وعشرين لحاله واخر غرزة تلاتة وعشرين واربعة وعشرين في نفس المكان اذا الستة عشر عمود عندي اصبحوا اربعة وعشرين عمود بهذا الشكل هلأ برجع تاني بنفس الطريقة اللي اشتغلت فيها بهذا المكان وبشتغل ستة عمود متجاور برتفع فوق كل عمود يقابلني وبعمل عمود واحد اتنين تلاتة وبكمل فوق كل عمود يقابلني بعمل عمود لحد ما احصل على ستة عمود وهلأ بعد ما خلصت واشتغلت ستة عمود وصلت للتمن غرز في المنطق هاده رح اشتغل فيها نفس الطريقة اللي اشتغلتها بهذا المكان رح ابلش بعمود فردي واحد بعدين اتنين تلاتة في نفس المكان بعدين اربعة لحالها وخمسة وستة في نفس المكان بعدين سبعة لحالها وتمانية وتسعة في نفس الغرزة بعدين الغرزة العاشرة لحالها والغرزة الاخيرة 11 و 12 في نفس المكان وبننهي السطر في الغرزة رقم واحد مكان العلامة بغرزة منزلقة وهده هو الشكل تابعين هلأ لو لاحظنا هنضم الشكل هلأ ان الغرزة تابعتي منزلت في الوسط اذا هكمل شغل عليها مش هقطع الخيط هلأ المحوص دي رح اخلي وجه الشغل للأسفل وحكمل شغل بهذه الطريقة هلأ الشغل الجاي رح ادفع سلسلتان ارتفاع العمود لاحظ مع بعض بعدين هفوت في العمود لو ننتبه رح اخد غرز خلفية بهذا الشكل هاخد العمود على الصنارة بهذا الشكل واعمل عمود ارتفاع بهذا الشكل هذا العمود الاول وهحط العلامة تابعتي تاني اذا شغلي في هذا السطر هو عبارة عن اعمدة خلفية كمان مرة بل في الخطع السنارة هلأ هذا هو العمود اللي علي الدور هفوت من الخلف بهذا الشكل واخد العمود على الصنارة بهذا السورة اسحب الخط واعمل العمود رقم اتنين كمان مرة هفوت بالشكل هذا واخد العمود كامل بهذا الشكل واسحب الخط واشتغل العمود رقم 3 وهكمل بنفس الطريقة فوق كل الاعمدة الموجودة عندي لحد ما ارجع ووصل للغرزة الاولى لو عدينا الاعمدة تابعتنا رح نلاقي انها 80 غرزة بالزبط ال 16 اللي اشتغلناها من اليمين زي ال 16 اللي اشتغلها من الشمال و 24 غرزة من الجاة هادي و 24 غرزة من الجاة هادي مجموحة 80 غرزة اذا رح اعمل 80 عمود خلفي وارجع لكم تاني وهذا هو الشكل النهائي بعد ما ارتفعت اعمدة بالشكل هدا عمنا تحافة للبوت بهذا الطريقة هلا بشيل العلامة وبعمل غرزة منزلقة فاول عمود اشتغلته مكان العلامة مش مكان الارتفاع طبع الزقل مش مكان الارتفاع طبع الغرزتين سلسلتين وهك سكرت السطر طبعي بالمنزلقة هلا رح نشتغل السطر جديد ننتبه مع بعض رح ارتفع هلا سلسلة سلسلتين هلا وبعد ما ارتفعت سلسلتين الشغل في السطر هدا رح يختلف رح يكون شغل اعمدة امامية واعمدة خلفية رح ابلج السطر بعمود امامي يعني هاخد العمود متجاهل ارتفاع السلسلتين بهذا الشكل اعمود امامي بهذا الصورة هذا العمود الاول وادفع واعمل وادفع واعمل السنارة من الامام واعمل عمود امامي ارجع اريف الخطعة السنارة والعمود اللي علي الدور اعمل وعمود خلفه وحكمل بنفس الطريقة مرة يكون العمود امامي والغرزة المجاورة يكون العمود خلفه لحد موصل لنهاية السطر واحصل على 80 عمود امامي وعمود خلفه وصلت لنهاية السطر وحصلت على هذا الشكل البارز الجميل بعت شكل البود تبعي هسكر العمود الاول اللي اشتغلته بمنزلقة ارجع اريد فعل سلسلتين وهلأ رح اغير الشغل واشتغل طريقة معاكسة العمود اللي كنت ماخداء امامي هيصير خلفه والعمود الخلفه هيصير امامي يعني عرف الخطعة السنارة هذا عدي اول عمود كنت مشتغلاه كان عمود امامي هلأ رح ااخده من خلف السنارة بهذا الشكل واعمل اول عمود خلفه وارجع ورجع العلامة بعدين العمود اللي كان خلفي هفوت من جوا بعدين العمود اللي كان خلفي هفوت بالسنارة تبعتي من جوا واخده عالسنارة من الامام وحاكس كل الاعمده الخلفية هتصير امامية والامامية هتصير خلفية هلأ الدور على العمود الامامي اللي موجود عندي بهذا المكان رح افض بالسنارة من الخلف واسحبه عالسنارة من الخلف وحكمل بنفس الطريقة لحد موصل لنهاية السطر واحصل على تمامين عمود امامي وخلفه عكس السطر الاول بهذا الشكل هكمل لنهاية السطر وارجع لكم تاني وهلأ بما اني بلشت السطر عمود خلفي اخر برزة معي كانت عمود امامي بنهي ومنزلقها في العمود الاول اللي اشتغلته مكان العلامة وحلأ بارتفع سلسلتان ارتفع غرزة العمود بلف الخطعة السنارة والعمود الاول الخلفي برجع بياخدهم بالعكس امامي بنرجع الماركر هلأ هذا الشكل رح سيسيب لكم اللين اجتبعه بصندوق الوصف وبعلامة الايفاء اللي حابة تتعلم طريقة عمله هلأ بنكمل العمود الامامي رح ااخده خلفي العمود الامامي هاخده خلفي وهلأ بكمل العمود الامامي رح ااخده خلفي ع السنارة من الخلف بهذا الشكل والعمود اللي كان في الخلف رح افوت بالسنارة واخده من الامام وحكمل لنهاية السطر بنفس الطريقة لحد ما احصل على تمانين عمود امامي خلفي بهذا الشكل بعد ما وصلت لنهاية السطر رح هلأ رح نشتغل السطر الخامس والاخير وحنكرر بنفس الطريقة هنسكر باول عمود اشتغلنا نعمل منزلقة بعدين نرتفع سلسلة سلسلتان اللف الخطع السنارة هلأ العمود اللي قبل كنا مشتغلينه امامي هاد المرحلة رح ااخدوا العمود واشتغلوا خلفي ونرجع نحط العلامة تاني اللف الخطع السنارة هلأ وناخدوا العمود الخلفي ونعملوا عمود امامي ونكمل بنفس الطريقة لنهاية السطر وكل سطر لازم نتأكد انه عدد الغرز معايا لازال تمامين غرزة لازم نتأكد هلأ عندي هاد عمود امامي هفوط بالسنارة من الخلف واخد ضع السنارة من الخلف بهذا الشكل واشتغل عمود خلفي هفوط بالسنارة ونعمل 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 بنفس الطريقة لحب موصل لنهاية السطر كون معايا الشكل اللي احنا شايفينه بارس بهذا الطريقة هلأ رح اقص الخيط ده هنا من هاد المرحلة واشده كويس هلأ الخطوة الجاية قبل ما ابدأ في ارتفاع من هاد المكان رح ااخد غرز من هاد الناحية سلاسل بهذا الشكل اعمل اطار الباج اللي احنا شايفينه رح افوط بهذا المكان من الاسفل لأول سطر اعمدة اشتغلنا بهذا المكان وحسحب الخيط الباج تبعي من الداخل ننتبه اني سحبت الخيط من الداخل بهذا الشكل وامسك الخيط وامسك الخيط من هاي الناحية كويس وارجع افوط في الغرزة اللي عليها الدور لجنبها واسحب الخيط واطلع منزلقة بهذا الشكل ونشد الخيط هدا كويس وحكمل افوط بالغرزة المجاورة واعمل منزلقة بهذا الشكل بكل سهولة بكل سهولة بدخل في العمود اللي علي الدور بسحب الخيط وبطلع منزلقة وحكمل 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 مؤحسل على 80 غرزة منزلقة وحكمل منزلقة الأخيرة الأخيرة حاول أبنى الخيطين هدولا ما لغبطش فيهم وأسحب آخر غرزة منزلقة من هذا المكان بعدين عشان أقفل السطر رح أفوت من هذه الجهة وأرجع أسحب الغرزة للداخل هلا هاقص الخيط هاقص الخيط بعدين أربطه من الداخل وهذا هو شكل السلاسل تبعته هلا الخطوة الجاية رح أبلش أشتغل المقدمة من الأمام من هاي الجهة نحضر العلامة تبعتنا ونيجي على وسط الشغل تماما ننتبه المن أمام بتكون شغل الأعمدة مش من الخلف شف مع بعض ونتبه من الأمام خلي خيط هذيك للخلف ونيجي على وسط الشغل وحط الماركر تبعتي وبعد الخطوة هذي رح أمشي ثلاث غرز إلى اليمين ننتبه مع بعض هنا هو مكان العلامة واحد اثنين ثلاثة وهذه هي الغرزة رقم ثلاثة مع بعض واحد اثنين ثلاثة بفوت فيها الصنارة شغلي بالمرحلة هذي في السطر هذي رح يكون عبارة عن شغل في اللفات إلى الداخل أما اللفات إلى الخارج رح نخليها بهذا المكان مش هنشتغل عليها إذن شغلي هيكون لللفات الأمامية بفوت بصنارة بهذا الشكل وبكون محضرة الخيط تبعي مسبقة بسحب الخيط وحط تفع سلسلة هلأ خلص بشيل العلامة وبعد ما شغلت أول غرزة حشو رح أشتغل كمان خمس ورز جنب عشان نحصل في نهاية السطر على ست ورز حشو ومن ننساش على اللفات الخلفية بهذا المكان الغرزة رقم اتنين الغرزة رقم تلاتة والغرزة رقم 4 الغرزة رقم 5 والغرزة الأخيرة رقم 6 الزيادة من الخيوط هذه اللي كنت مدارية تحت الشغل حقصها هلا وبعد ما اشتغلت 6 غرز حشو رح ألف الشغل بهذا الشكل ننتبه مع بعض ورح ارتفع عليهم 5 غرز حشو نشوف رح اتجاهل الغرزة الأولى هفوت بالغرزة الثانية أصحب الخات وأعمل واحد الغرزة اللي جنبها اتنين والغرزة المجاورة تلاتة والغرزة اللي عليها الدور أربعة والغرزة البعد الأخيرة الغرزة رقم خمسة إذن ارتفعت على 6 غرز خمس غرز حشو رح قاج هلأ للغرزتان اللي عليهم الدور بهذا المكان أنا قلت شغلي حيكون في الجهة الأمامية للداخل من البوت طبعي إذن رح أسحب اللفة اللي للداخل وأترك اللفة الخارجية هشتغل على اللفة اللي للداخل وأترك اللفة الخارجية رح أرتفع غرزتان حشو على اللفات اللي للداخل متجاورات واحد والغرزة اللي جنبها رقم اتنين هلأ أبلف الشغل تبعي رح أتجاهل الغرزة الأولى وأفوت بالغرزة التانية شوف مع بعض فوتنا بالغرزة التانية عشان نعمل أول غرزة حشو ورح أحط الماركر تبعتي في أول غرزة حشو اشتغلتها وحكمل اشتغلت الغرزة الأولى الغرزة رقم اتنين بعدين الغرزة رقم تلاتة الغرزة رقم أربعة والغرزة رقم خمسة والغرزة الأخيرة رقم ستة إذن عدد الغرز ستة غرز هلأ رح أجي للغرزتان اللي عليهم الدور لللفات اللي في الداخل وأعمل غرزتان حشو متجاورات واحد وغرزة الحشو لجنبها أشتغل لها على اللفة الأمام اللي للداخل كمان غرزة وحسيب اللفات اللي من ناحية هادي هلأ وبلف الشغل برجع أتجاهل أول غرزة أتجاهل الغرزة الأولى وأجل الغرزة اللي بعدها أعمل أول غرزة حشو واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة والغرزة الأخيرة رقم سبعة وبنرجع غرزتين اللي عليهم الدور بناخد اللفات الأمامية إلهم بنشتغل غرزتين حشو متجاورات واحد والغرزة الجنبها الغرزة الثانية هلأ أبلف الشغل بنتجاهل برضو أول غرزة وبنشتغل على المجاورة إلها بنعمل أول غرزة حشو رح نلاقي أنه عدد الغرز معايا تمن غرز خلينا نشوف مع بعض بعد ما عملنا أول غرزة الغرزة رقم اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة والغرزة رقم تمانية هلأ باجل اللفات الأمامية اللداخل عفوا وبعمل غرزتين حشو متجاورات واحد والغرزة اللي جنبها اتنين هلأ أبلفت الشغل تبعي بهذا الشكل طلع مع بعض هتجاهل الغرزة الأولى هذه وأشتغل في الغرزة الثانية وأعمل تسعة غرز متجاورة واحد اتنين وصلت للغرزة التاسعة اللي فيها العلامة هشيل العلامة وأعمل الغرزة رقم تسعة برجع اللفات الأمامية قلنا وحشتغل غرزتين حشو متجاورات واحد والغرزة المجاورة إلا باخد اللفة اللي الداخل وبسيب اللفة التانية وحلأ بلفت الشغل تبعي هتجاهل الغرزة الأولى وأشتغل في الغرزة رقم اتنين هتجاهل هذه الغرزة وأشتغل في الغرزة رقم اتنين عمل واحد أرجع العلامة هشتغل عشر غرز متجاورة اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة وعلى بعد ما وصلت للغرزة رقم عشرة هاجي لللفات الأمامية للغرزتان المتجاوريات وأعمل غرزتان حشو واحد لللفة للداخل اتنين وألف الشغل تبعي رح هتجاهل الغرزة الأولى بهذا المكان وأشتغل بالغرزة المجاورة لها وأعمل واحد اتنين وكمل لحد ما أحصل على 11 غرزة وهلا عملت الغرزة رقم 11 شلت العلمة وصوت الغرزة رقم 11 هلا عندي غرزتان متجاوريات رح أشتغل على اللفة اللي للداخل وأعمل غرزتان حشو واحد والغرزة المجاورة لها لللفة للداخل وأعمل اتنين رح أسيب غرزة وأفوت بالغرزة لجنبها وأعمل أول غرزة حشو بعدين حشتغل الغرزة اللي جنبها الغرزة رقم 2 لو حبت حط العلامات عشان ما تلخبط بعدها حط العلامة هاد الغرزة اللي عملتها رقم 1 2 هكمل 3 لحد ما وصل للغرزة رقم 12 وصلت الغرزة رقم 12 هلا اللفات اللي للداخل بيخدها بعمل غرزتين حشو متجاودات واحد والغرزة رقم 2 لجنبها هلا بالف الشغل تبعي وهيك أنا بكون حصلت على عدد أسطر اللي بلشت فيه 1 2 3 4 5 6 7 8 هك بكون اشتغلت 8 أسطر مع السطر رقم 1 اللي كان عبارة عن 6 يعني معي 9 أسطر هلأ بعد ما وصلت الغرزة رقم 12 بعدين اشتغلت غرزتين حلفت الشغل تبعي بهذا الشكل هلأ رح يختلف الشغل شوية بدل ما هسيب غرزة واحدة فقط رح أسيب غرزتين لاش بالمرحلة هدي رح أسيب غرزتين عشان أحافظ على عدد 12 غرزة خلص اكتفعت من التزايدات بعد كده رح أشتغل أدوار ثابتة مكونة من 12 غرزة خلينا نشوف مع بعض رح أسيب أول غرزة والغرزة رقم 2 مجاور إلها وأشتغل بالغرزة رقم 3 أول غرزة موجودة عندي خلني بس نشد الخط كويس ونرجع نسيب أول غرزة والتانية ونشتغل في الثالثة أول غرزة حشو بعد نكمل 3 و 2 الغرزة رقم 2 1 2 3 4 5 6 7 8 الغرزة رقم 9 10 11 والغرزة اللي فيها العلامة الغرزة رقم 12 الغرزة الأخيرة رقم 12 عملت الغرزة رقم 12 هلأ من اللفة اللي الداخل بأخذ غرزتين اللفة من ناحية اللي عليا بأخذ غرزتين واحد والغرزة المجاورة اتنين لاحظ قلنا إننا بنسيب اللفات من ناحية هادة كل شغلنا على اللفات اللي للداخل أما اللفات الخارجية فبنتركها في هذا المكان ما بنشتغلش عليها وهلأ بعد ما اشتغلت غرزتين متجاورات بألف الشغل تبعي وقلنا بنسيب هلأ في هاي المرحلة غرزتين واحد اتنين وبنشتغل في الغرزة رقم تلاتة بنحط العلامة عشان ما نلخبطش في الشغل وحكمل واشتغل اتناعشر غرزة متجاورة الغرزة رقم اتنين وحكمل لحد ما احصل على اتناعشر غرزة ما وصلت لهذا المكان رح افوت ااخد من الداخل غرزة حشو والغرزة المجاورة لها كمان اشتغل لها غرزة حشو وهلا قبلين في الشغل هلا بهاي المرحلة بكون اشتغلت تلات اسطر مكونة من اتناعشر غرزة حشو هلا احنا رح نشتغل السطر الرابع ونرجع نشتغل السطر الخامس بنفس القلية اسيب من قدام غرزتان اشتغل في التالتة واسيب من الخلف غرزتان واشتغل في التالتة هعملهم معيكم مع بعض هسيب الاولى والتانية وافوت على التالتة باسيب واحد اتنين وباشتغل في الغرزة رقم ثلاثة وهعمل اتناعشر عمود متجاور عفوا هشتغل اتناعشر غرزة حشو متجاورة وصلت للغرزة الاخيرة الغرزة رقم اتناعش هرجع ااخد غرزتان متجاورات قلنا بناخدهم على اللفة اللي من الداخل واحد والغرزة اللي جنبها رقم اتنين هلو برجع في الشغل الثاني ارجع اتجاهل الغرزة رقم واحد والغرزة رقم اتنين اشتغل في الغرزة رقم ثلاثة اتناعشر عمود اتناعشر غرزة حشو واحد اتنين وحكمل لحد ما احصل على اتناعشر غرزة وصلت الغرزة الاخيرة رقم اتناعشر بهذا المكان حلق خلينا نعدي الاسطر تبعتنا مع بعض الواضحة البارزة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة متبقى علي كمان سطر اكرر بنفس الطريقة كل سطر منهم من اتناعشر غرزة حشو وارجع لكم تاني وهيك رجعت لكم بعد ما خلصت منطقة المقدمة واشتغلت سطران من اتناعشر غرزة حشو نعيد مع بعض الاسطر اللي تبعين عندي بارزة بهذا الشكل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة اذا انا هيك شغلي مزبوط هلأ خلصت ارتفاع من هاد المنطقة حوائف شغل رح اكرر كالعادة واشتغل في الغرزتان اللي عليهم الدور غرزتان للداخل غرزتان حشو للداخل هي واحد هي اتنين هلأ الشغل بعد هيك رح اكمل شغل على السطر مش هقطع الخات واشتغل عشر غرز حشو متجاورة نبلش فيهم واحد اتنين وحكمل لحد ما احصل على عشر غرز هلأ والغرز رقم عشرة بعد ما عملت عشر غرز متجاورة رح اشتغل اربعة وعشرين عمود جن بعضهم نشوف كيف مع بعض بل في الخطع السنارة والغرز اللي عليها الدور مباشرة هشتغل فيها اول عمود وحكمل لحد ما احصل على اربعة وعشرين عمود هلأ عمود رقم اتنين وحكمل هلأ ورجعت لكم تاني عشان فيه تركة بسيطة هنعملها هلأ الغرز هادي بهذا المكان هي كانت عبارة عن غرز المنزلقة اللي كنا ننهي فيها السطر علشان هيك لما اجي هعمل عمود فيها رح افوت اسحب الخيط اطلع من لفتين وافوت بالغرز المجاورة اسحب الخيط واطلع من لفتين وحتناقص مع بعض واطلع من الثلاث لفات فقط في الغرز هادي مكان غرز المنزلقة بعد هكمل بعد بشكل عادي لحد موصل لل 24 عمود وهلأ رجعت 10 غرز حشو زي ما حكينا بكون هيك مشيت 10 حشو 24 عمود والغرز الاخيرة 10 حشو وهلأ بعد ما خلصنا ومشينا 10 غرز حشو رح نسكر بأول غرزة كانت موجودة فيها العلامة بهذا المكان ونعمل منزلقة هلأ رح أدفع عشان أشتغل أعمدة بهذا المنطقة 12 عمود رح أدفع 2 سلسلة بهذا الشكل هنشوف عدد الأعمدة مع بعض بعد نألف الخط على السنارة والغرز � fashion المنطقة حد Line الغرزة بين 2 ثم عمود 1 ثم 5 ثم حفو vais و kg س 1 2 6 6 7 0 بالغرزة اللي عليها الدور. الاخيرة. ازا قبل كان عندي في اخر سطر اتناعشر غرزة. الاتناعشر غرزة يا دي اول واحدة عملت فيها ارتفاع سلسلتان بعدين عشر اعمدة بالطريقة اللي اشتغلناها بعدين في اخر غرزة اشتغلت اعملت سلسلتان وقفلت فيها بمنزلقة عشان تكون نفس بداية السطر. هلا او عندي الغرز المجاورة راح ارتفع عليها غرز حشوب بشكل عادي. راح ارتفع علي كل الشغل تبعي بغرز حشوب. اكمل غرز حشوب لحد موصل للطرف التاني. هلا والخيوط هادي بابرة التنظيف تريها للداخل من البوت. هلا وهذا هو الشكل النهائي بعد ما خلصت ومشيت غرز حشوب على الاطار كامل. بدا يعطيني شكل البوت. تدور معايا. هلا بهذا المكان هلا هيك بكون خلصت. راح اقص الخيط. بعد ما قصت الخيط راح اجي من الداخل. هاسحب هاي الغرزة للداخل. وبرجع بابرة التنظيف. نضغط الخيط من هادا المنطقة. علشان اعمل الخيط هادا. ودخله بين الغرز للداخل. راح افوت بين الغرز بهذا الشكل. لبعد مسافة معينة هاسحب الخيط وقصه. اما الخطوة الجاية راح اعمل هذا الاطار بهذا الشكل. غرز حشوب خلفية. هلا اخرين نشوف كيف مع بعض. باج لهاي المنطقة. لما كنا نشتغل غرز ونسيب الغرز بهذا المكان. كنا نشتغل على اللفات الداخلية ونسيب اللفات الخارجية. باول سطر اشتغلنا لما ركبنا هادا القطعة. هلا اجد دور الشغل لهذا المنطقة. وهلا بفوت بالغرزة اللي عليها الدور. وبسحب الخيط. هاردفع سلسلة واحدة فقط ارتفاع غرزة الحشو. الشغل تبعي رح يكون على هادي اللفات. اللي ما اشتغلتش عليها اللفات الخلفية. لو تنات الشغل تبعي رح تزهر عنده واضحة بهذا المكان. هيكون شغلة عليها. هلا انا عملت هنا السلسلة اللي ارتفعتها. رح اجل الغرزة اللي عليها الدور اللفة اللي عليها الدور. افوت اسحب الخيط. واطلع بغرزة حشو. بعد ان هلأ الغرزة التانية اللي عليها الدور بفوت بسحب الخيط وبردفع بغرزة حشو. خلق الدور على هادي الغرزة. بفوت منها بالطريقة الخلفية. تكون الخيط طبعي على الصنارة. بفوت من الخلف. بسحب الخيط وبردفع غرز حشو. وحكمل لنهاية السطر بنفس الطريقة. لحد ما امشي على كل اللفات الخلفية. لحد ما اوصل لهاي المنطقة. وهي هي نتيجة بعد ما خلصت واشتغلت لفات خلفية غرز حشو خلفية بهذا الشكل. رح افوت اسحب الخيط من هادي الجهة اللي بلشت فيه. اما الخيط اللي نهايت فيه. هفوت من الداخل. واسحبوه للداخل. اما هلأ فاجد دور على اني اركب القطعة الامامية اللي باللون البيج. رح ارتفع سلاسل عددها اربعة عشر سلسلة بهذا الشكل. واشد الخيط كويس. هلأ حرتفع اربعة عشر سلسلة. وهيك بكوني اشتغلت اربعة عشر سلسلة. هلأ برتفع سلسلتين ارتفع. هلأ بعد ما ارتفعت السلسلتين. هلف الخيط على السنارة. وافوت في الغرزة رقم ثلاثة. واسحب الخيط. وحرجع تاني مش هشتغل اعمدة زي ما احنا متعودين. هطلع من لفة. بعدين من تاني لفتين. بعدين من تالت لفتين. وحكمل بنفس الطريقة الاخر غرزة. هفوت اسحب الخيط. اطلع من لفة واحدة فقط. بعدين من لفتين. بعدين من لفتين البعدهم. لحد موصل لنهاية السطر. اوصلت الغرزة الاخيرة. هلأ نفس الانحناء اللي قدام بيتحصل عليها من الخلف. عشان هيك رح انهي بسلسلتين مش بعمود. انهي بسلسلتين. وفي السلسلة الاخيرة هفوت واعمل ونزلقة. بعدين اقطع الخيط. لعند مسافة كافية لاخراطة الشكل بالمقدمة تبع تلبوت بهذا المكان. تقريبا اه 15 سنتي واقص الخيط. ناخد دوران الشكل وبزيد عليه شوية واقصه. هلأ وبهذا الشكل رح اترك الاعمدة من ناحية هاده ظاهرة. واخيط الشكل تبعي بالابرة والخيط بهذا المكان. لو حبين يتثبتوا الشكل لدقة في الخياطة بيكون افضل. اما هلأ بابدأ من الزاوية. اشتركوا في القناة. وحكمل خياطة الشكل كامل وارجع لكم تاني. بسحب الخياط. هرتفع اول سلسلة اتفاع غرزة الحشو. وفي نفس المكان هبلج اول غرزة حشو. وهكمل على الاطار كله غرز حشو لحد موصل لهاي المنطقة. وهلأ اشتغلت اربعة واربعين غرزة حشو رح ارتفع سلسلتان. ورح الف الشغل. رح اشتغل لكن رح اشتغلهم على اللفة اللي للداخل بهذا المكان. رح اشتغل هلأ رح اشتغل اعمدة لكن الاعمدة هيدا رح اشتغلها على اللفة الخلفية بهذا الشكل. شوف مع بعض هي اول عمود موجود عندي. رح اشتغل عليه عمود. بعدا العمود الجنبه على اللفات الخلفية. اتمنى الشغل يكون واضح اي استفسارات سيبوا ليها بالتعليقات وحط عليكم. وحكمل على اللفات الخلفية. واشتغل اعمدة بهذا الشكل علشان لما ايجي اتني الشكل يديني الانحناء هادي بكل سهولة. رح اكمل لحد ماوصل لاربعة واربعين عمود وارجع لكم تاني. ولأ خلص اشتغلت اربعة واربعين عمود. هلأ مش رح اقص الخات رح اخلي مسافة كافية لاخط الشكل لما اتنيه بهذا الشكل. لان تقريبا من خمستاش لعشرين سنطر. الطول انتو بتقدر اتحددوه. انو يليف على الشغل هو مرتاح بهادة الطريقة بزيادة شوية. بلأ رح اسحب الخات. حلق وبعد ما جهزت الابرة والخات بفوت بهادة الشكل بخيط الشكل. بخلي الحفة تبعتي بهده الصورة. وحكم الخياطة لحد ما اوصل للطرف التاني. وصار شكل البط معايا قبل ما ركب الو الرباط الخطوة الاخيرة. الرباط هشتغله باللون البيج هيكون مكون من مائة غرزة. وحار تبع سلاسل. حلق وهك بكون وصلت مائة غرزة. حلق حقص الخياط. باستخدام الابرة او باستخدام دبوس. بفوت من الطرف هادة. وامشي بالدبوس او بالابرة لحد ما اوصل للطرف التاني. هاد المكان بفوت للداخل. بطلع من الاعمدة عشان ارجع تاني لنفس المكان. برجع تاني بامشي تحت الاعمدة. ازا ما قدرتش تعمل الخطوة هاده فيك تحط الرباط قبل الخياطة. واحكمل لحد ما اوصل للطرف التاني. هلا وبفوت بهاده المكان. بيكون فراغ عشان يقدر عد الرباط فيه بسهولة. وراح اطلع من وسط الشكل التابعي. هتكرر النفس العملية من الجهة التانية. واطلع من الوسط. هبعد عنها تقريبا عمود واحد فقط. باقيكم بكون انتهت من تركيب الرباط. هاده هو شكل الحزاء معايا. ده هو الشكل النهائي للحزاء تابعي. اتمنى يكون الشغل عجبكوا واستفدتم منه. سحباتوا الفيديو واستفدتوا الى تعملنا لايك. تشتركوا في القناة مشان ينصلكم كل فيديو جديد. ترجمة نانسي قنقر